السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رؤية العزباء وهي تأخذ او تعطي فلوس للميت طبعا ليها تفسير لوحد وكده لازم تركز كويس في الفيديو وتعرفي لانك لو سمعت تفسير رؤية اخذ او اعطاء من الميت فلوس مش هتعرفي تفسر الحلم على نفسك طبعا رؤية العزباء لو جاء لها الميت واعطاها الفلوس وطبعا الميت كان مبسوط كان بشوش سواء انت تعرفي او مجهول فده بيدل على ايه بيدل على الزواج ليكي عن قريب وخصوصا لو كنت سعيدة جدا جدا في الحلم فده بشرة ليكي بانك تتزوجي من تحبي او ربما لو انت في الدراسة فرؤية ان الميت بيعطيك فلوس وهو فرحان فهو زي اللي بيقولك انا هجزيكي خير على المجهود اللي حضرتك عملتي في حياتك من انك بتحافظي على الصلاة وتقربك لله من انك مثلا هتلاقي الشاب المناسب ليكي او ربما مثلا بيحاول ان هو يعبرلك عن ساعاته بانك ناجحة ومجتهدة في حياتك الاخلاقية او العلمية طبعا رؤية ان الميت بيعطيكي مال ايضا بيدل على فرصة عمل لمن يبحثون عن العمل او ربما ايضا رؤية انك بتاخد فلوس من الميت بالفعل هتحصلي على فلوس من حد من اقاربك مثل الام الاب او ربما زواجي هنا وزوجك هيكون ميسور الحال طب لو اعطاك فلوس ممزقة اعرفي ان في تيسير لامور ولكن عندك تعطيل الحال ومحتاج ان انت تتصدق بالفعل عشان ربنا يسترها عليك الفترة اللي جاية وتمشي امورك على اكمل وجه رؤية الفلوس الممزقة ايضا لو اخذتيها من الميت اعرف ان هو رزق ولكن الرزق دي في بعض المشاكل في بعض الحسد فاحترسي طب لو الميت هو الذي اخذ منك المال لو اخذ منك المال وانت مبسوطة وهو مبسوط اعرف ان في دعوات هتوصل للميت اعرف ان انت انسانة حنونة هتوصلي دعوات للميت بالفعل او انت الوحيدة اللي بتتذكري هذا الميت طبعا لو كان مجهول اعرفي على طول ان في مشاكل ممكن تتعرضي لها لو اعطيت الميت بقوة يعني الميت اخذ منك المال بقوة اعرفي على طول بان في مشاكل انت هتتعرضي لها هتجيلك من كل جنب فخرجي الصدقة هتختلف هل المال قليل او هل المال كثير للعزباء لو اخذت او اعطت للميت طبعا هتختلف لو اعطيت للميت فلوس كتير كتير لا تعد اعرف ان في هموم ومشاكل قد زالت اما لو الميت اعطاك فلوس كتير جدا جدا لا تعد ولا تعرفي لها عدد اعرفي للأسف بان في هموم قادمة اليك اي رؤية تخص رؤية الميت واعطاء او اخذ المال منه للعزباء اكتبها لأسفل التعليقات وما تنساش تعملي الاشتراك وعملي لايك وارفعي للفيديو